بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدات مش هقدر أخفي إن أنا ما زلت متأثر بجمال الهجرة وأنوار الهجرة وإن الهجرة ما زالت حتى الآن أنوارها ساطعة ومستمرة معاها وخاصة إذا كنا نتكلم عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينفعش إن إحنا وإحنا بنتكلم عن الهجرة وفي أجواء الهجرة وأجواء الصفحة الجديدة والحياة الجديدة ما ينفعش إن إحنا ننسى ننسى إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيخرجنا دايما حتى الهجرة خرجتنا من ديق زواتنا إلى سعة رب العالمين سبحانه وتعالى وده كان بحكمة من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا جعل وأجرى على لسانه وأوحى إليه ما به يوسع مفهوم الهجرة عشان إحنا كمان ما نتحرمش من مفهوم الهجرة ومن أكتر الأحاديث اللي بتخلينا نحس إن مفهوم الهجرة خلى الهجرة قيمة الهجرة مش حالة الهجرة قيمة فخلى الهجرة عشان كده نما نقول مثلا نما نقول التقويم الهجري هذا تقويم شريف ما قال قيمة إن أنت لو وصفت بيها أي حاجة تبقى شريفة وعشان كده في حديث مهم جدا 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 بخلينا نحس بتوسيع مفهوم الهجرة حضرة النبي وسع مفهوم الهجرة بأشكال كتيرة وحديث كثيرة لماذا؟ لكي لا يحرم الناس اللي زينا اللي ما عاشروش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما عاشوش معه صلى الله عليه وسلم ما يكسرش خطر ويجي بقى حديث من جوامع كلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما بيقول أن رجلا سأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك إيه ده؟ ده أوسع كثير من مفهوم الهجرة من مكان لمكان قال أن تهجر ما كره ربك وهما هجرتين هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي وأما هجرة الحاضر فيا أشدهما بلية وأعظمهما أجرا الحديث ده أخرجه سيدنا الإمام النسائي سيدنا الإمام أحمد واللفز ده بتاع سيدنا الإمام أحمد وهو حديث صحيح تعالوا نسمع الحديث ده لأن بعض الناس ممكن ما يكونوش سامعوا هذا الحديث من قبل وإحنا عصدين أن احنا نسمع الناس ونعلمهم أن الهجرة مفهوم واسع من جهات متعددة وأنا أعرف الجهة اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واسع بيها مفهوم الهجرة هنا لما سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره الله وهما هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما هجرة البادي فيطيع إذا أمر ويجيب إذا دعي وأما هجرة الحاضر فهي أشدوهما بلية وأعظموهما أجرة هنا بقى باب جديد وإحنا مع بدايات السنة ومن بدايات شهر محرم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بينقلنا في رحلة جديدة مع حضرته صلى الله عليه وسلم مش في رحلة الهجرة بس لكن في رحلة كمان الخروج إلى الوسع الخروج إلى البركة الخروج إلى العطية الربانية وإحنا عارفين أن الهجرة كما حافظت هجرة حضرت النبي كما حافظت على الإسلام وضمنت السلامة والسلامة من العداوة الشديدة اللي كانت في مكة كمان مفهوم الهجرة المتسع ده بيضمننا إحنا كمان إن إحنا نشوف الحياة من عند الله تعال نشوف فمن كانت إجرته إلى الله ورسولي فإجرته إلى الله ورسولي تعال نشوف الهجرة كده من عند الله إزاي تكون الهجرة من عند الله اللي بيتبادر لنا لما نسمع منفهوم الهجرة إن الهجرة هو انتقال من مكان إلى مكان لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دائماً يوسع علينا عشان يعطي لكل الناس نفرح فتتحول الهجرة مع حضرت النبي انتقال من حال إلى حال بس هنا في هذا الحديث اللي احنا سمعينه حديث رسول الله سلم لما سأل الصحابي الصحابي تربى على ان الهجرة مش هجرة واحدة ده فيه هجرات زي المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فهنا كمان فيه بعد فسألوا اي الهجرة افضل يا رسول الله بيسألوا ايه الهجرة الافضل قال ان تهجر ما كره ربه فالهجرة ما بقتش ان تترك المكان الذي لا تستطيع ان تعبد الله فيه الى مكان ان تعبد الله فيه لا ان تهجر ما كره ما كره ربك يعني ان تهجر ما يكره الله سبحانه وتعالى واحنا عندنا في اللغة العربية في البلغة اسمها اكتفاء لا ايه اللي حاصل وحذف ما يعلم جائزه اللي هو ما يعلم ايه ان تهجر ما كره ربك طب بقيت الكلام ايه الى ما يحب ربك طب لماذا لم يذكرها لانها معلومة ولو قالها لان قصت المعنى من زادته وكأن القصة هو ان انت ان انت ماذا ان تترك ما كره ربك تعالى بقى نقول حاجة مهمة جدا 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 الهجرة ان تهجر ما كره ربك تعالوا نقف هنا شوي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم لنا بعد تاني في مسألة انه ان تهجر ما نهى الله عنه هنا في المنع يعني في الحذر ان في الحديث التاني المهاجر من هجر ما نهى الله عنه يبقى هنا الهجرة منصبة على ماذا على الحذر والمنع هنا في الحديث يدينا بعد تاني وبعد الكراهية ان الله سبحانه وتعالى مش بعد الكراهية بالمفهوم ده لكن بعد ما يكره خلينا نقول كده عشان الناس ما تفتيرش ان احنا بنتكلم عن الكراهي بعد ما يكره ان فيه اشياء في الحياة لا يجب على الانسان ان ايه ان لا يجب على الانسان ان لا يطبع العلاقة بنا اشتركوا في القناة